أستاذ محمد يا محمد بيقولولي طفل صغير يا محمد سلام عليكم محمد ألو هاي حبيبي تفضل أهلا ألو سلام ورحمة الله وبركاته أنا عايزة أسأل على الكلاب تسأل على إي يا محمد تربية الكلاب تربية الكلاب آه يا محمد مالها يا محمد تبص يا محمد تبص يا محمد ممكن وطي تلفزيون وطي تلفزيون يا محمد وحط عندي تحت سنحل انت حطوا فين يا محمد تبص يا أستاذ عماد ممكن بس ننبه أنه التلفزيون نخفض صوت التلفزيون عشان أنا عايزة أسمع السؤال كويس يا محمد نقاطع للتسأل طيب معنا ماشي يا محمد محمد بيتكلم عن إنه تربية الكلاب وحيحطه في مكان يمكن مخصوص جنب المحلة أو شيء لا شيء في ذلك إذا أنت عمله مكان خارج المنزل للنظافة وللطهارة مفيش أي مشكلة هتحط يا محمد أنا عندي جنينة هتحط فيها الكلب وعندي ناس هتنظفوا بتاعوا ومش عارف إيه ده شيء يرجعلك تقدر تحط وتربي الكلب ومفيش أي مشكلة خارج الأماكن بتاعتك الأماكن البيوت وكده بنحط في الجنينة بتحطوا على باب المحل بتحطوا يحرص البيت مفيش أي مشكلة يا محمد جاوبت على قدر اللي أنت كنت بتسأل عليه يا محمد حتة التحرز من النظافة في مسألة الكلاب المسألة دي من باب الطهارة والنظافة يعني دين يعنى هذه العناية بمسألة الطهارة والنظافة مش معناها اضطهاد الكلاب ولا اضطهاد الحيوانات بالعكس دي احنا دين رحيم لكن دين يعلمنا كذلك النظافة والطهارة هي المسألة كلها في جزئية النظافة والطهارة إن الإنسان دايما يحرص على الطهارة الداخلية والطهارة الخارجية نحن في ديننا الحنيف لا نأتي العبادات هكذا لا بد الإنسان يكون على طهارة وهناك شروط لها وعندنا وضوء وعندنا اغتسال وعندنا هذه العناية الفائقة بأمر نظافة فمن لبس الأمور ببعضها والمسألة أهوى بكثير بس محتاج أننا المسألة العلم كله مفاتيح فهم فالإنسان ما بيفهم بيرتاح